الراديو تسعين تسعين الكارسة عشان نقوم مقال له طب يا حبيبي خلصتي بالكرسة دي وتعالى ننزل بالضبط هو مش مش نسبة كبيرة من الاطفال الاسكية ده هو كل الاطفال الاسكية ده بجد يعني انت لما تبصي على زكاء الاطفال مقارنة بزكاءنا احنا ككبار لازم نتعامل معهم بجد باحترام وبحذر يعني لان العلاقة بيننا وبينهم عاملة زي لعبة الشطرنج كده هي فكرة ان هو ايوة وهو كمان لو خدتي بالك يا فاطمة الطفل مركز في حاجة واحدة فعشان كده حتى دايما انا بقول ايه نتجنب المعارك اللي هي التي لا طائل من ورائها لان ببساطة شديدة ومن غير احباط يعني نتائجها هتكون لصالح الاطفال لان هم مركزين اوي وعارفين هم عايزين ايه في المقابل انت عندك مليون حاجة فطقتك مستهلك فطبعا حكاية اللي انت بتقولي عليها دي ان الطفل يتعامل بزكاء ويبقى بيعمل تصرف اصلا عشان يوصل للبديل اللي هو اللي عايزه يستفزني عشان اخرب عن شعوري فاقول له خلاص او انه هو يوصل للبديل اللي انت اصلا شايف انه بيلف عشان يوصل له في الاخر يعني اتصرف مع الطفل اللي بيعمل التركة دي ازاي التركة دي اولا لو البديل ده ما فيهوش حاجة مفيش مشكلة خالص انه يعني ما فيهوش ازمة يعني لو فيه ازمة حاول اشوف بديل تاني بالزبط لا وبيبقى لازم عارفة انت اللي بيفرق قوي مع الاطفال ايه انك تقول لهم ان الخدعة اتكشفت بالزبط كده ايها بالزبط كده اللي هو ايه يعني اللي هو اللعبة دي فتقول له مسلا على فكرة اصلا ده مش هينفع كزا ومش هينفع كزا فانتي تروح يعمل بالزبط كده واللي عنده قولي لش هقفح حاجة باي يقبلني